أنتم الآن في نشرة الموجز حكمت المحكمة الابتدائية بالمحمدية اليوم الاثنين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم في حق معتقل رأي عبد الرحمن زنقاد ويأتي هذا الحكم على خلفية تدوينات نشرها زنقاد تضامنا مع القضية الفلسطينية وتبع زنقاد بتهم الإهانة والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية والتحريض على ارتكاب جنايات وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير أدنت الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بشدة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية على عضوها عبد الرحمن زنقاد والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذا مع غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم واعتبرت الجماعة في بيان لها أن الحكم ظالم ولا يكرس إلا اليقين في أننا في بلد تنخرها السلطوية والاستبداد وأكدت على تمسكها بحق زنقاد في الحرية وأنها ستواصل خطوات دعمه والتعريف بقضيته ومظلوميته كما دعت إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت جي ام تي زائد واحد وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد الرابع عشر أبريل الفين واربعة وعشرين وأفادت الوزارة في بلاغ بأن ذلك يتم طبقاً لمقتضيات المادة ثانية من المرسوم الصادر في 16 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة ولقرار رئيس الحكومة الصادر في فبراير الفين واربعة وعشرين بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة فرضت تركيا قيوداً على تصدير مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل لحين إعلان وقف إطلاق النار في غزة وذلك في أول إجراء كبير تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب في القطاع الفلسطيني وتندد تركيا بإسرائيل بسبب الحملة التي تشنها على غزة والتي بدأت في أعقاب هجوم نفذته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في 7 أكتوبر ودعت أنقرة إلى وقف ثوري لإطلاق النار ودعمت الخطوات الرامية إلى محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية وأرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان غزة وجاء فرض القيود التجارية التي تدخل حيز التنفيذ يوم ثلاثة في أعقاب رفض إسرائيل طلبا تركيا بالمشاركة في عملية إسقاط للمساعدات جوا في غزة للتواصل بجديد الأخبار المرجو الاشتراك بالقناة